مسألة الاختلاف وفي الاخر راجل وسط اكيد الفكر مختلف لكن المهم انه لما نختلف نعرف ازاي نختلف يعني على فكرة والخناق ده مش حاجة غلط انا اختلف مع اللي قدامي هي مش حاجة غلطة هو حاجة صحية لان انا بطلع كل حاجة جواي وبشرح انا شايف ايه او ايه اللي مدايقني او انا عايز ايه لان كل واحد ليه احتياجات وكل واحد ليه حاجات بتضيق وكل واحد مختلف عن التاني بس ايه الفكرة ازاي هتناقش وامتى لانه انا ممكن اختار وقت غلط وممكن الابروتش بتاعي او الطريقة بتاعتي تكون هجومية وممكن تكون غلط فانا خسرت كل حاجة وفي الاخر بقت خناقة وشلنا من بعض مع ان كان ممكن تبقى قاعدة صفا وحلينا وشكلة او عرفنا ان احنا مختلفين خناقات في اول الجواز بتأدي في الاخر للطواق كمان يعني فترة الخطوبة فرصة فترة الخطوبة فرصة ان انا اكتشف لقدام خناقات الحد فين ورد فعل الحد فين وامرنت الحد فين وزي محارتك قلت وردود فعله مع الناس دي مهمة جدا لان احنا كتير قوي بنركز مع نفسنا ما بنشوف شو هو بتاعلم مع اهله ازاي مع الناس اللي بتشتغل عنده ازاي مع الناس اللي حواليه ازاي مع صحابه هاي بتبين انه مش هيقدر يتحكم في مشاعره طول الوقت الانسان من سيستم واحد الانسان منظومة واحدة لو انا رح عندي رحمة بالمخلوقات ربنا وبالناس كلها فانا هكون رحيم بالطرف الاخر لو انا ما عنديش مبدأ الرحمة ده ولا انا بقى خف من انا اقذي حد مش هيبقى عندي المبدأ ده في كله مش هينفع افضل اغير السيستم كل شوية طيب لو احنا بنتعلم على تأهيل فالتأهيل بيبتدي من جوه البيوت نبدأ معاك يا ماي شايفة واجب البيوت ايه واجب الاسر المصرية ايه تربية بقى زي مهمة جدا يعملوا ايه مع هو دلوقت في كل الناس بتقول رب ولادكو كويس انتو شايفين اللي بيحصل شايفين ارتفاع نصها بالطلاق شايفة الاب والام مطلوب منهم ايه جوه البيوت احنا للأسف للأسف يعني المصريين بيعاملوا الراجل او الولد او الطفل الميل يعني بطريقة غلط دايما الولد معتمد على مامته معتمد انها بتعمله كل حاجة ودي مشكلة كبيرة جدا لانه متوقع ان هو ده اللي بيتعمل فيلاقي ده من مراته مع ان الراجل ده هو اصلا استند هو اللي مفروض يشيل مامته على فكرة احنا عندنا منظورة غلط الولد هو اللي بيتدلع واخته اللي بتعمله ومامته بتعمله المفاجأة بقى الاثنين دلوقتي الاثنين دلوقتي احنا مندلع الاثنين انتم مبتعملوش حاجة وفجأة فجأة هيبو جاهزين قبل الجواز بشهرين هي هتتعلم كل حاجة في البيت هو هيتعامل كل حاجة في المسئوليات وفجأة بيشغله في الفرح فبيخشوا اتنين بيبيس يعني دكتور قسمت